حركة يمكن بالنسبة للأجال الجديدة كتير ما أعرف وش أن الجميع المصرية كان لها دور ضخم من خلال علماءنا أجلاء في استعادة طابة مثلا حركة بتحاول طبعا أحياء جزء كبير مما لدينا من العلم ومعرفة في أفريقيا لكن كمان كان لدينا دور كمان مهم فيما يتعلق بالصراع العرب الإسرائيلي واستداد طابة سعى طبعا هي برضو الحديث هنا بيكون الزخيرة الهامة جدا للخراية الموجودة في الجمعية إحنا عندنا خراية في الجمعية بتفوق 15 ألف خريطة ودي من الحاجات المهمة جدا حتى من قبل ما تنشأ هيئة المساحة يعني عندنا خراية قبل إنشاء هيئة المساحة طبعا المهم هنا في النقطة دي أن حدود مصر اللي حديدت كلها عندنا الحدود الشرقية والغربية والجنوبية كلها من أصولها اللي قامت بالاتفاقيات اللي كانت موجودة والمعاهدات فما تيجي دولة النهاردة تقول لا دي بتاعتي أو دي بتاعتي نقول لا تعالوا نرجع للخراية الأصلية وده برضو من الحاجات المهمة جدا في طابة كان برضو في مشكلة عليها إسرائيل بتكلم إن طابة دي أصلا يعني ليست مصرية اللي أثبت ذلك خراية الجماعة الجغرافية الحقيقة أي قارئ أو أي باحث يريد أن يعرف تاريخ الخرايط أو تاريخ الإقليم نفسه بتاع الدلتا أو إقليم مصر الوسطى أو إقليم مصر العليا الخرايط كلها موجودة هنا ويمكن من الحاجات المهمة جدا إن عندنا مش خرايط فردية فقط عندنا أطالس زي أطلس عمر توسن الأمير عمر توسن أطلس كامل عندنا أطلس يوسف كمال ودي حاجات كلها صعبة جدا تجدها في مكان آخر وصف مصر يوسف كمال كان من مستكشفين الكيبوير كمال نعم نعم أسماء طبعا من الصعب نتكلم عليها دلوقتي لأن إيه طبعا تحتاج حلقات عندنا النسخة الأصلية لوصف مصر ودي برضو من الحاجات النادرة الموجودة يعني أنا عايز أقول إن حتى الخرايط بس تفرعة من فروض والخرايط أعتقد ودي حاجة كمان معلومة لطيفة جدا عندنا خريطة الشريف الأدريسي اللي رحل العربي والمرافق الكبير طبعا تفي مقدمة تقاعة الخرايط لأن دي برضو منها الأصول اللي قدر أسرة محمد علي ده أصد ده أصد جات إزاي دي ده شيء أنا كنت أول مرة المعلومة دي للأسف من جاهل الواحد ما يعرفش إن دي موجودة عندنا بنقرأ عنها لكن كتير من الأجال ما تعرفش إن الخريطة دي موجودة عندنا في الجامعية الجغرافية نعم هو برضو أنا عايز أنابوي النقطة مهمة جدا الجامعية دي الفضل في إنشاءها كان للخدوة إسماعيل وأول من أدخل مادة الجغرافية في التعليم العام الخدوة إسماعيل لأنوا اقتنعين جدا بالجغرافية لأن الفترة اللي كان فيها اكتشاف منابيا النيل وتأسيب مصر وكلام ده كله كانت الجامعية لها دور كبير جدا فيه طبعا نقطة تانية قناة السويس ويمكن عندنا قاعة اسمها قاعة قناة السويس فيها بانوراما وفيها مجسمات لقناة السويس مش موجودة في الهيئة مش موجودة في الهيئة يعني هرده نعم يعني أنت ممكن بانوراما 6 أكتوبر إحنا كنا صباقين في بانوراما قبل 6 أكتوبر والبانوراما بتحكي لك محاكاة وانت واقف ترى نفسك في رحلة من السويس حتى برسعيد مورا بكل قناة السويس طبعا ده رول ماشي مضيق بيبين لك قدق القناة لها أهمية مورا بالمحافظات اللي بتمر بيها بتوريلك من أول مينة السويس لحد مينة برسعيد بمركبها اللي ماشية طبعا ده قاعة جميلة جدا فيها الافتتاح بتاع القناة على هيئة مكت جميل جدا مضيق يعني الحقيقة قاعة القناة السويس الوحدة أنا أعتقد تعتبر مزار هم جدا لأي متخصص أو غير متخصص لكي يرى المراحل اللي مرت بها القناة شكرا